هل في علاقة ما بين نقص الغضة الدرقية اللي هو بنسميه الهايبوثيروديزم أو أشهرهم اللي هو الهاشيموتو دزيز زي ما ذكرنا مرض هاشيموتو وما بين الأكل اللي بنكله هل في عناصر غزائية دكتورة نانسي لها علاقة بنقص الغضة الدرقية تحقيق فيه فيه حاجات لازم رعيها لمريد الغضة الدرقية أنا أدعم أكله بيها وفيه حاجات بنصحه بالبعد عنها بالتعال عنها بالضبط بياخد دواء تعويدي بياخد هرمون تعويدي فأول نصيحة بديها له مع المريد تعويدي أنه يحافظ عليه زي يعنيه وياخده أول حاجة الصبح ده خلاص ده فور لايف يعني مدى الحياة بس لازم يعمل فالواب كل شوية احتاجت جسمه احتاجت أكتر أقل وهكذا الحاجة الثانية اللي بنصحه بيها أنه لازم يبتدي يمارس الرياضة الرياضة بتحسن الحرق والمتابل لازم تعجسمه كونه وحنا عارفين الخمول ده بيقلل الخمول ونقص الغده بيبطأ الحرق بيزود الوزن بالضبط فلازم أنصحه بمارسة الرياضة من نص ساعة لساعة يوميا تاني حاجة بقى أبتدي أنصحه ندعم أكلنا بإيه أول حاجة طبعا بننصح بيها أنه احنا نبتدي نستخدم اليود اليود عندنا مشكلة أنه هو نقص في أكلنا احنا بناكلش يود كفاية فتلوقتي بقى فيه اللي هو الملح المدعم باليود أقول بس لمحة تاريخية كده يا جماعة كان زمان مرض الغده الدرقية كان مشهور في الوحات وفي الصحراء لغياب الطعام اللي فيه اليود قبل ما ينضاف اليود للملح بشكل روتيني وتبقى كل أنواع الملح اللي في السوق مضاف إليها يود فكان ملحوظ هذا في أزمنا القديمة حاليا يمكن ما بنشوفهاش كتير لكن دي بتخلينا ننتبه أن اليود عنصر مهم جدا في غذائنا وعنصر مهم في تكوين الهرمون اللي بتفرزه الغده الدرقية فأول حاجة بننصح بيها طبعا هو الملح المدعم باليود بس ما استخدموش بكسرة أيوه يعني أنا عندي استخدامه حسب احتياج جسمي لليود أنا قلنا عموما أن الملح نقلل منه بشكل عام بس أنواب إني هو من نص معلقة لتربع معلقة شاي في اليوم في اليوم كله ده احتياج الجسم من اليود الأجاة التانية أنا عرف ناس يتاكل بيضة يفضل إلغمطها كلها بالملح والفلفل يأكله يجي نص معلقة مع بيضة واحدة مع بضايا واحدة كتير قوي كتير قوي الأسباب تانية الملح ضرر حاجات تانية الحاجات تايلة مليانة يود هي السمك وكل حاجة بتطلع من البحر المحار والمحار طبعا والسيويد نفسه اللي هو التحالب البحرية هي بتتاكل مثلا بتتاكل مثلا حالان موجودة في مصر النشفة في السوبر ماركتز أو بتتاكل سوشي كل حاجة بتطلع من البحر فيها يود فأنا طبعا مأكلات البحرية بكل أنواعها بننصح بيها على أقل مرة مرتين في الأسبوع فده نمر واحد عنصر أساسي لازم أدعم بي مريض الغد بس مفضلكم ما تاخدوش راس يود يعني ماينفعش أاخد سابليمنت يود سابليمنت يود بدخني فجرات عالية جدا ممكن تكون ضرر الحاجة تايلة بننصح بيها هي أن نسبة البروتين برضو أحافظ عن نسبة البروتين الحيواني لازم أدعم أكله البروتين الحيواني بيحتاجه ده بيحسن لحقة الحرق بيرفعه شوية ومع نسبة أن أقلل نشويات مش أقللها ومش أقللها تماما بس أقللها فلازم أدعم ببروتين عشان أضبط الحرق بتاعه والبروتين ده هيوفر لي الزينك وهيوفر لي المجنيزيوم ودول مهمين جدا في تصنيع وحرق وكان ده كله لازم برضو أدعم بيه الحاجة كمان اللي بنصح بيها حاجة زي السيلينيوم السيلينيوم ده عنصر موجود في الأكل ومن أسر الحاجات اللي مليانة سيلينيوم بتبقى اللب السوري اللب السوري اللب السوري مليان سيلينيوم ده بينشط أو بيساعد على انتاج الهرمون وبيدعم الغدة وعمتا هو بيرفع المناعة عمتا في الجسم فلو هي هش يموته وبتاع بيحسن مناعة الجسم ككل ده بالنسبة لحاجات المهمة جدا 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 لازم أخد بالي منها كمان بيتامين دال الناس دي بقى عندها مشكلة بيتامين دال ربطوا بين نقص بيتامين دال وكسل الغدة فلازم أراعي كمان نقس لهم بيتامين دال ولو محتاجين أن أنا أرفعه بديهم الصبل من بتاعه وبنصح بالأكاة اللي فيها بيتامين دال والشمس؟ لازم نفكر بالشمس طبعا لازم نتعرض للشمس ولازم أزود دعم الحاجات الغنية بيتامين دال في أكل المكملات الغذائية مع العلاج هل فيه تضاد طبعا أول حاجة غالبا البيشن ده بدعمه بيتامين دال وبدعمه بكالسيوم وساعات احتاجت ديله حديد المشكلة أن مع الثيرويد اللي هو ثيروكسينابة دي ماينفعش أدي كل مرة واحدة ماينفعش أستسهلي وروح بلعه كل مرة واحدة ماينفعش تماما لازم أعمل فصلات فدايما الهرومون ده بيتاخد الصبح أخلي ننصح به دايما الفجر أول ما نصح لازم أبعد عنه كابسولة الكالسيوم باربع ساعات وكابسولة الحديد بساعتين كده ولا كده ماينفعش أدي الكالسيوم مع الحديد فبنعمل خلي الحديد بعد الأكل الغداء والكالسيوم بالليل فإحنا عملنا سبيسين كفاية قوي وبعد بين الثلاثة بالضبط وكابسولة الحديد من الثلاثة